راح بكل مستمعين ينضمون لنا بفقرتنا بفقرة روح الموطنة اللي غدينترحوا في اليوم سؤال حول ما الذي يدفع المراهقين للجنوح وارتكاب الجرائم هناك أسباب طبعا مختلفة بسبب الحلال الخلقي بسبب سلوكية عنيفة جبوها من عند الأسرة الصغيرة ديالهم فين عايش المحيط ديالهم بسبب التنشئة الاجتماعية مع الأصدقاء والجانحين في هذا اللي كيكون سبق لهم وأنهم عندهم تجارب ديال الإجرام وبسبب أولد وطلق بدون تلقية تربية صحيحة من تلقون من قول رصوص العليو السلام وكل الكم راعين وكل الكم مسؤولون عن رعيته دور الأسرة طبعا في تربية الأبناء اللي هو دور أساسي مما لا شك فيه دور المدرسة المجتمع المهم الدور ديالنا كاملين فهد تنشئة ديال هاد الأطفال أو المراهقين اللي مشوا بواحد النوعية ديال الجرائم اللي ولات في المجتمع ديالنا فبغينا اليوما تعرفوا على شنور الأسباب ديال هاد الشيء كنتم تعتقدوا أنتم مستمعين الأفاضل شاركونا في الحوار على رقمنا الهاتف 05-37-70-56-37 حتى تنسهموا في التوعية والتحسيس حول هاد الظاهرة السيئة اللي شوهات صورة البراءة عند واحد الفئة عمرية من 12 سنة ما فوق إذن أستاذ فاتحا صباح الخير صباح النور ليلة صار صباح خبارك الحمد لله ربي خليك الحمد لله ربي اليوم غاجة نهضروا طبعا كل صراحة لواحد الظاهرة اللي ولينا كان عيشوها ولينا كان نشوفها في المجتمع ديالنا صح وقعت سبق وقع حالة اغتصاب في الحافلة أمام الملأ حالات أخرى خمستاش القصر تنوبوا على اغتصاب حيوان محاولة اغتصاب كذلك عاوتاني فاتت بمركش والغريب هو أن رواد الواتساب يتنقلون مثل هاد الفيديوهات بحلا ما كينش مشكيل بحلا هاد يرى وصف يعتادوا عليها صح لأنه حتى غاب عدنا ذاك الوازع ذاك الضامير ذاك الحياة ذاك الحشومة فهمتين احنا ما بقيناش ده باشي واحد قد قوله هاد عيب كي يقولك لا لأنه ولا شنو ولا لعيب هو ولا لعيب هو أنك تحشم حتى المقاييس عدنا باش ولينا كانشوفه التصرف ولا باش ولينا كانشوفه الأخلاق تغيرت نعم القيام تغيرت علاش تحما هاد الشي كامل علاش ما بقيناش كنحشمو علاش ما بقوا الشباب دينا الى هادو الناس اللي شفناش مراهقين تصور المراهق زائد دكشي لغادي نقولك مثلا المراهق زائد أنه عاميف اوه ما يصطلح عليه بالتنمر تنمر عند المراهقين قلت لك تنمر وقلت لك مراهق ما شغي يجي لك فراسك قمة العنف طبعا قمة العنف تنمر بيب احنا جاي من نمر هو قانون الغاب ولنا كان نعيش في غابة مع الدنش قوانين دينا ما تضبطوا هالإنسانية ما كانش عقلنا كان هناك غريزة لأنه للا لعلاش لأنه نحنا في المواقع دينا التواصل في في الهضرابيناتنا في ما نشاهده ما نتحدث حوله كله غريزة نعم لأنه حتى الخطاب دينا ولا خطاب غريزي يخاطبوا الغريزة أكتر حتى الإشهارات فيها نوع من الغريزة أنا باش غادي نشيري عندك أنا واحد نوع من الملابس أو الحويج أو مكياج أو أكل أو 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 إلا ما خاطبت لياش الغريزة أما إذا ما خاطبنا العقل وقلنا ره هاد شي فيه بزافت صحيح هذا شيJ قاعد إلي كان برورت تحاجه فيه ما هتقوله يله هاد شي رفيا بزافت نيكوتيا هذا رفيا هاد هذاده هاد غاش حتimas قدي غاش مذات квартиر احنا ما خُصنا إش ما يستенным حسنا نكون ستي لكن إذا أنا منخاطب لك شالال ضمير إذا كنت أنا في ثورة الشباب في الفورة ديالي باش كبرت حتوصلت أنا كشاب هاد الوليد ذاك الوليد اللي اغتصب شفنا موبهم ساكن لا حول لهم ولا قوة شفنا الوسائل التواصل لا حول لهم ولا قوة يعني أستاذة فتحة انها تشيفت الحد ديالك ايوه كتشوفي ان الوليدين يعني كي يقولك اللا رجي من الأسرة من هذا والواليدين ناس دعافة ناس دراوش ولكن علاش هالطفل المراهق هدي يكون عندها تفكير يفكر في الجنس وفي الغتصب وفي الجريمة من هاد السين هذا دي عمر شوية صعيب هاد المراهق هدا فين كبرناه فين حطينا هرا واحد الحاجة هرا دائما كنقولها رهيلا الى زرعنا ليمون غن عصروا ليمون زرعنا حامض غن عصروا حامض زرعنا الشوك غن حصروا زرعنا الحنضل غن غن حصدوا الحنضل وغن عصروا الحنضل هلوغ ماذا نزرع ماذا نزرع فهذا المراهق هو يقول لي هاد المراهق تلين قرق إلا نشوفه هدا كده الاختصاب مثلا حالته كديرا شنو لابس فين عايش أمو أبا هناك إهمال وهناك حرمان إهمال اجتماعي اقتصادي حرمان اجتماعي حرمان اقتصادي حرمان أساري حرمان 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 أنا عمقعيش في الحرمان روح الدنور غنقول تق غن ترتق أمفاسه غن ترتق بطريق سن ترتق على الآخر أنا متفقى معك فهذه النقطة هدي ولكن شحن من أسره اللي كبرت زي ما بلقمد العيش بالسيطة بروف صعبة وهمهم عطات دا كثيرا عطات مهندسين عطات أستيدة كبار وعطات شحن صحة حاجة معتات مشهد المنحري فيه غير واش هي للا سارة وجه هديك الأسر هذوك الدراري كانوا نهار كلهما دفون وحده التليفون كيمشو فيه كيشوفو فيه اللي بغاو واش كان مثلا القرقوبي والمخطيرات وهد شبه هد الشكل المهوي اللي كنشوفوه الآن في المدارس حتى واش كان هد الاعتداءات الجنسية ربما كانت ربما لأنا واحد الحاجة داك الوقت كان عدد الناس ما كانش مثلا 33 مليون فاصيلة ربما كنا نهدروا على عشرة المليون والتالي كان واحد العدد مثلا اللي هو صغير رخصا نضربوه في ثلاثة سيبوزون كانوا ألف كانت عشر على فرهة ثلاثين ألف إياه غايكون هناك تفاقم لأن الظاهرة هذي هذي آفة اجتماعية آفة اجتماعية يجب أن تحاربي لا غدين حاربها هذي الناس لو أعطيناهم تعليم لأنه نرى ماشي واحد هو المسؤول الأسرة أبدا أسرة مسكينرة مغلوب على أمرها يالله كنت قاتلوا هذي كباه مرقاش مسكينة مياكل شوف يديه فشفناهم وشوف كاتبكي كاتبكي كتقول الله يودي الله هذي الناس فين عايشين هنرى المغرب كله يجبوه مش هالمغرب العالم ولكن يتبكي كل واحد من المرسول بنت الأم ديالات يتبكي يا شنوب نبديالها كذلك في هذي شيء كتبقى هي أنها شوف تحنا العيالات هذيك ابنيتها إحنا ما عرفناش أشنو كين بينات هذيك البنت أو ذاك الوليد إحنا دائما ماشي غير هذيك البنت أو واحد وهذا الاغتصاب ماشي تقول للأولى ولن تكون الأخيرة فهمتي واحد الحاجة أو تاني الداري من اللي كيبدو يكبروه كيف غوي تبتورو صموسة الجماعة أنا ديجي عندي حرمان في الدار ديجي كنحس أنني متدني مع عنديش قيمة عليه مPartيي ما عنديش قمي انітه ما كان عارف الهدار ما كان عارف نأكل حينت أنا كنشوف العالم كعايشين مازال من اللي ما وصلتوش واحد él رائي يقلك كان رائي من اللي كان مع الغنم كان يعيشوا ساعيداً من اللي شهت فعل طرز الثالة والأتي يشوف العيالات والأتي يشوف الإشهارات والأتي يشوف الحياة كديرة سافيت المحمق أعبد المحمق لأنهافين وله ولا في اغتصابات ولا فيش حال من حاجة هذي قصص حقيقية كنعيشوها حتى واحد الحاجة هذي الوسائل التكنولوجية هذي العصر كتفتح لنا الآفاقعين هنا على شي حويش ما كان قدوش عليها نعيشوها في الخيال والتالي ما هو كتعيش يحويش في الخيال ديالك كتولي السهلة أنك تطبقها على أرض الواقع هذي الشباب لهذا المراهق أنا رأى في حاجة أننا نعيش وسط الجماعة احنا كنحرضوا بعضياتنا أنا إذا ما عشت وصل الجماعة وقالوا لي أنت واعر أنا ديجاف دارنا ما كان حش أنني واعر ديجاف دارنا ما يغربون ولو ما يغربونيش والدية وغابني ما أعيشوه أنا ما عنديش مقاريش الاهد الولدي اللي كنعطاهه ممتال المدرسة كنكون هناك ثقافة وتتقيف نعم نقريه ونخليه هو يصنعه الثقافة حاربت إليه عطيناهم العقل الغريزي ونعطيناهم الغريزة خاطبنا الغريزة سوف نحصل على منتوجات غريزية سمحي لي خاطب في واحد العقل غادي أعطيك ما هو عقلي إذا هنا كيخص جميع المؤسسات توقف أجيها فين غادي هاد البلاد فين غادي هاد البلاد بلادنا زينة بلادنا زينة بلادنا زينة وإن كنخصت تكون زينة بماليها ماشي زينة بطبيعتها بلادنا زينة بالطبيعة بالماشاء الله بالتنوع بالجو ديالها بكل شي الله يحفظ لنا هاد البلاد ديالنا ويحفظ لنا الملك ديالنا ولكن هاد الناس ديالنا فين غادي بينا فين غادي بولداتنا فين غادي بولداتنا ما نشوفوش هاد المغرب الصغير اللي إحنا كان يشوفو قد إحنا مثلا كان نقريه أولادنا شوفي مغرب آخر واحد صور ديال واحد ديال الفيديو ديال ديال البنات اللي كيتفل وبهذا الشكل هما يعني مغبونات ومعتش نلابسين وهذا يعني ما بقيناش باللغة خاطب الغريزة رهامة سننتج سمحي لي لأن كل شيء إعلامه كل شيء كل شيء يخاطب الغريزة والآن ولت الجريمة الإلكترونية العلف الإلكتروني سنمر إلكتروني مرحبا اللي نقطة هذي الأستاذ فاتحة أشاركم عنا المستنعين الكرام في الحوار معنا السي هشان من ناظر مرحبا بك سيديا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيديا تحيياليك التحيياليك التعامة بالإدعاة تحييال للأستاذ اللي نعا كنتم مرحبا مرحبا سيديا مرحبا صبح الله معانش الرجل قاعد الموضوع هذا والموضوع في الناس نعم اذا شنو رأيك في الموضوع دي رأي دي رأي نخوضو ثلاثة نوقات من الأسرة الاولة ايه وتانيا المجتمع وهالتطور اللي راح نخيزون بالسربية وتانية تانية تانية هي المدراسة من عادي نخوضو احنا مدرا الواردين مش نقول الواردين فقار احنا جاعشنا في أسر فقارة احنا فقارة واركين الحمد لله تربينا فنحترمو الغيات والكلام صاقق مدقى نعم وكان تربيه وكان الاخلق وكان بزف دي المبادئين شعلا احنا طالنا نحترم الاستاذة اللي ما اتجالت هادو كلنا احنا كلهم شفنا هادو كلنا واركا هامل لي مش الواردين هلاش الواردين ارى 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 تهو ما اشوف هذي كل دي امام تربيش وهذا كدري كبير احنا نخوضو عايش في العشوائي اولا نعم اولا عادي اتشوف حاشك على الكلام الصاقق اتشوف على الكلام والأسرة احطرم الغير واحطرم برا ارى مستاهل عاو التانيك الحوضو احنا هاد التكنولوجيا اللي راها كيناد ركايا را حول الا قوة را عمار بلطف دينا را اتنشوفو شو المناظير لها حوله الوقتي اللي بالدري شاك تليفون كبر منه وبارتي شوف العجب كبينة يا الدري تيت ربا را مستاهل را خصنات كل مراقبضة دي الواردين دي الواردين اولا عاتي ايدك التليفون احنا تيشوفوش هذا الوارد احنا تيشوفوش هذا الوارد يشتيشوف را زمعت ولاد منصور را زمعت ولاد ستوت عدنا في النادور را شوفونا وحد من مندار را تنسمعو كلام من الوستاد راح شو ما يتقل الوحد من ناشئاتها لع صغير ورا عاد يسمعو ملو استاد بيسي قرير را عم مارد انا مارضيتش فيها ومارضيتش فيها اولا من المدرسة ومارضيت ليهاش امتي ما تكونش كل حالة بالوعي وتنتمان والله دي مخلق امين اسيهيشام شكرا لك على المدخلة ديالك لكل مستمعي الكرام يبغوا يشاركونا على رقمنا الهاتي في سفر خمسة سبعة وثلاثين سبعين تسعر وخمسين سعر وثلاثين والسادة فتحها سيجمه ضرب واحد النقطة ديال انه ماشي فقط الاسرة اللي مسؤولة وانما اول واحد اللي مسؤول هو الاسرة الاسرة المدراسة والمجتمع وكلنا مسؤولين على هذا الظاهرة وهذا الآفة اللي هي خطيرة والتي كتعم في البلاد واحد الحاجة خستكون خستكون عدنا مؤسسات خستحنا مجتمع مؤسساتي راه كل طفل زياد خستنشوف من هنا اربعين سنوات بيotsا احنا خستتكون عدن واحد الخطط لان وبعد الان و المستقبل لان كل واحد ميدى العمل دياله كل واحد ميدى القرار دياله القراريه اواه وش هدشي ما كيوصله امش واحنا ما كيوصل مش هدشي سواء كمغاربة سواء ككل واحد في بلاست دياله الأسرة عنده الحق التعليم عنده الحق الصحة كل شيء كل شيء كل شيء رمكينش واحد الظاهرة الإنسانية ولا بنادم ككل أنا كإنسان رأي جميع المؤسسات تخدموني في الوجود ديالي عنده الحق وهذا التنمر ولا هاد المسائل اللي كنعيشه ره ماشي فقط عند الأسر الفقيرة بحال بحال الطامة تهم كلها بحال بحال غير حنا المشكلة ده ما في نوصل هاد شيء أن هاد وسائل التواصل بحال لا دار تعرات على واقع عرات عليه كل شيء يستسهل كل شيء احنا قلتي قبيلة قلتي مش حال هادا فعلا مش حال هادا احنا كنا كان قرار ما تقوليش كل مقبيحة قدم شيحد لأنه درالي كيقرارو معنا والولاد اللي كانو يقرارو معنا مثلا الولاد اللي كانو يقرارو معنا راه باكي احترام والمشكلة يخاف عليك بحال لا راه خوك نعم يخاف عليك كنتي كتلقي ولداتك تيخرج كل شيء يلعب بالوليدات وبنات صغارين مع بعدياتهم عمر ما كانت تفكير في الجنس وفي تفكير في الاغتصاب وهذا شيء مع الصغر كان كل شيء يلعب براعة 12-13 سنة 14 سنة كيلعبوا في الزنقاءة كاشكا شاحبة وما كانش هدلاء وما كانش هدلاء صح لعبنا حينت كانت تلعق الوخة كان وخة ما تلعق رغم أنك إن كتلقي شراء كينا عرها صغيرة شحل من حاجة اللي كان فيها كبت احتمل لك إنك نخافه من والدينا وذلك شيء كنتي كترجع لأن أصلا حتى شنو كنتي كتشو وحد الحاجة تلفزة معاش كنت كتبدأ كان كيبدأ ذاك التلس كنا كانت سنة والرسوم المتحركة وإحنا جحل عدنا 12-13 عام كانت سنة والمتحرك بش نتفرجه في الرجل الحديدي وهذا دابا الوليد هو فايق مع الصباح والله العادي ما حد نهار أنا أملي كنت مازالة في التعليم كنت كمديرة جت عندي واحد سيدة جعندي أستاذ قال لي شوفيها أنتي واحد الوليد عنده سبع سنين سبع سنين اعطلوا الوليدة تخرين سيد ست من هدوك السيتات الواعري أعطاها واحد العنوان قال لي أستاذ راه نارك كثرة لزي كثرة هذا أعطاها الولدي شوفي مشيت كانت والد المشكلة الوليد هو ينسمي إلى أسرة جيدة جدا ومتقفة ومتدينة من جاب ذاك له ست أنا عايت لعلى الأم كان نقشو كان نقشو رقينا مشا عند والد عمه في واحد في واحد القرية صغيرة جدا قرية صغيرة جدا مشنو في ذيك القرية من جميع ما في هاته شي حاجة من شي حاجة مزيانة إلا واحد سيباغ نعم هدك الوليد حتى هو عنده سبع سنين نهار كله هو في ذاك السيباغ بمعنى جاب هده التكنولوجيا من شحال هده هده شي نك هندر لك شحال هذا وليد عنده سبع سنين في قرية صغيرة منائية فيها سيباغ هشم فين كيدخلو الدراري ألو غنو وليدي اللي عنده سبع سنين هو كيدخل هذا ماذا أنتظروا منه ماذا عمرت له رويسه ماذا عمرت له دماغه ماذا عطيته يفكر فين هي هديك المادة الأولى اللي غدي يفكف أين صناعة الطفل ماذا أصنع هل أصنع طفلان هنا وهل أصنع هنا إنسانا جبارا كم ما هدرنا عليه ذاك النهار نعم وشانا كنصنع واحد متقف هدي ثقافة أخرى بعيدة علينا ثقافة غريزية ولو أن ما تفاتت الغريزة بوهيمية ألغ هاد الوليدات هاد المراهقة خطار وفترة المراهقة فترة صعبة جدا فترة صعبة لأنها خصها تحاط إلا ما حتيش بالمراهق وهو هي كيف ما قلنا إحنا ضيجة عدوه وتدني وضيجة إحنا مثلا أو قد حصلها مشي أنه ما عندي الفلوس رمي كان حش بدك الضعف ولما كان حش بدك نقص تقدير ذاتي أبدا هنا الفلوس لا دخل لها كي نعدنا شوية الأخلاق إحنا التهافت تهافت فين كان تهافته علش كان تهافته ذيك الوقت كان عندنا شوية حشومة وشوية عيب رمزيانة والله العظيم يريت الرجعون شوية حشومة وشوية عيب ولكننا على الشرح ما حتت تواصل شرح لي علش حشومة وشرح لي علش عيب نعم وكنا ما زال كانت شوى واحد الحاجة كيف ما قلتك كنا نحشمو من بعدياتنا منشجار من الناس اللي كبر منك هنا في الزنقة وأمام الملأ والناس كتصور الغريب في الأمر هو الناس كتصور والناس كتصور والناس كتصور ومدها في عيش علا ولا ما تنقدش لأن المجتمع وكذلك دخل في هذا الموضوع نشوف رأي سيع بن بي من شو ونحن عليك أستاذ صباح الخير سيع بن بي نعم أستاذ برطل علي مرحبا سيدي لبس الله يطول عمرك أستاذ برطل علي مرحبا سيدي وتفضل إلا عندك رأي في موضوعنا رأي دينا نعم مسؤولية الأم والأب نعم مسؤولية الأسرة كاملة ولكن أكتر هي الأم الأم كنحمل أنا كأب كنحمل الأم لأن ما لأب لاحظنا عنه كي يخرجي مشي يخدم كي يخرجي مشي تاهد برعا الوليدات كيدين كيدين المرأة فما سنرب بس نعم ها هذا من جهة بمعناك تبقى الأم والأب هم اللي مسؤولين الأم أكتر هي اللي أكتر بأم كإن ما أقصد نعم أكتر وقابل كامل قيد هذا ما أقصد كبر شي كذا لك طيب اللي أم كإن أقصد كل وعب أعودي أحطار أحطار الأم أعودي هاد أحطار أحطار مو أحطار مش هدا هو نحس ما تقول فيها. نعم. نعم. هدا فضوهران. هدا ما تحسيبه. هدا هادية تربية كنكم خاص. نعم. نعم. وش عشيكات. لا. ما الام الابوهاي كل الام كتار. نعم. يعني ما هيه احنا انا كنا نضرب النسبة. نعم. نعم. لك تكون متفرغة لولدتها اكتر. ايضا. ايضا. نعم. 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 صحيح. نعم السيدي. ايا كان سمعك سيدي. اه. اختارها. 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 ونكي. هاد المساهل هذه. نعم سيدي. اذا واضحة الفكرة دي. سي عبد نبي من اه الشاون. اللي كيقول ان الدور للأسرة يؤكد عليه وكذلك الدور للام اكتر من الام. خصوصا في المجل. القروي. في المجتمع القروي اكتر. اه لانها كتكون الام متفرغة اه الوليدات ديالها بش انها تعطي. ومطلق انهم احسن مبادئ ديال التربية. اه سي عبد نبي اشار واحد نقطة مهمة ديال الام اللي خصها توري عند احتارم فعليا ترك. وهنايا بزيف ديال الناس اه رغم ان الوليدين اللي كن في العون. كين اللي كيكون مغلوب عليه. وانما الناس ما تعاطفوش مع الام ديال المجرم. وانما تعاطفو مع البنت الام ديالها اللي يلي حميها ولي دير. وانما هنا يا بقشوية. اه شوفي لالا سارة. هاد قضية الام بوحدها. لا. ابدا. انا ما احتراماتي السعب نبي الله يعطيه الصحة وشكر للتفاعل. الام بوحدها لا. وحتى لكانت الام شكولك يكون ساندها. الاب. سمحي لي انا كمراء دائما خاسني الدعم ديال الراجل. اه لما كانش هاد الاب انا سيدي اعطني انا ربي الولاد. ولكن دائما بمشورة معك انت. ولو ابي لما كانش يكون عنده واحد حضور قوي وسط ولاده. ميمكنش. لانه هو الراجل خصو يتشرب منه. انا والدي كراجل. واش غادي نبقى هنا انا نهضر معاه بتيتينين. ني. ميمي هاد هي المرأة هاد واحد. راتنا حنت حناية ارتبات الى حد ديما. وخافينا هكا وهكا. ولكن اهني لما كانش راجلي ساندني. وملي يجي وخي يكون خدام في الليل. وملي يجي خصي يسمعني انه كل ما زوينا. يجي بلي حويج مزيانين. حبيب الله هي عاونك. النهار كله انتي. مش هاشنو درتي وفينك انتي ومالك وحالتك. وملي يكون الولد زوينا هو ولده. وملي يكون خيب راه ولدي ابدا. راحنا كنقولو في المثل الشعبي ديالنا. لقوا فم ودنين كي هزوها تنين كان هزوها بجوجنا. هديك القفيفة مو دنين. شكون هديك القفيفة راهيال اسرة. راهوا ادك عقد الزواج اللي درنا. راهوا ادك البيت اللي جامعنا. كيف مكان هاد البيت كبير صغير. اه شنو فيه الوسط. اشنو فيه. واش فيه. احطينا شي حاجة زوبينا فين غنكبره كاملين. ولا احطينا فيه غير الحوت واغدام. ها? نعم. سينتم. غدت تعطينا ريحة خيبة. قالو هو واحد الحاجة. انا ما نقولش الام بوحدها وما نقولش الاب. واحتنا بغيت نحمل الام. خصي نكون انا نعمى الاب ونعمى الرجل لتلك المرأة. حينت هيك تبقى مرادة نتوليك. ايا الام وشعب ان اعدتها 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 شعبا طيبا اعراف. ها هي مدرسة. مدرسة اش نخصها? رخصها بزاف باش كون الام ومدرسة. حينت انا يلا ما عندي شي حاجة ما غنقدرش نعطيها لك. انا مقهورة. ماذا ساعطيك مقهورة من طرف مجتمع من طرف اب. انا كاميرا مثلا في القرية اللي هضر عليها. غير ذاك لما باش نجيبو مشكلة. باش نعجن. باش نسقي. باش باش نطيب. باش انا راني اصلا اعيش والقهر. احتى هنا المرة الموظفة والنهار كله هي من اللي فيقه وهي كوكوت مينو تقطق 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 كالدور عند انسيغان في راسها. كل شي خصديره كل شي وليد اللحظة. كل شي في ذاك المربع دي الان انا نخصني الان انجيز. نعم. اه ومن لي كيجي الراجل مشكلة خدامين بجوج. كيجي هو كيدخل. كيمشي كيجلس. انا معا احتراماتي. ما كان عممش. نعم. مي ما يعيشوا. لان العيلة كتقول هالك كتقول لك انا. كتقول لك انا بقى بحويجي. وربما كتحيد لا فاس الفقانية وكتمشي تدخل تقديش حال من حاجة ولا. ونحفظ مع الولاد. وانتخر. وانفعل. وانترك هو كيقرس جرنان ومشنقه هو وقلس. نشوفه اولا ايه. احسن مربط. احسن مرحبا بك. السلام معكم. انا صباح الله. صباح الله. صباح الله. احسن. بخير وعلى خير. ما هي جزيك بخير. وهذا الليلة برنامى الشيق. مخصوش غير الساعة ولا ساعة. خصو المهار. نعم. اتنا المهار داش نهضرون ونسكلموه ونسكلموه ونسكدم بعضيتنا. ووا. انا انا اعجبني راجل اللي ضردبوه ما عجبنيش. اهام شنو اللي ما عجبك شنو اللي عجبك. شنو اللي عجبك. تهجم على النساء تهجم على المرأة. قالك المرأة المسكينة المراهية اللي يفدها لحمل كله يل ترابيد الولد. واش كي نشي ام في الحياة تكسب غولده يدير شي حاجة خيبان. اكيد لا. جامع. ما كانش. دي ما احنا كانت لنا والاحسن لوليداتنا. ولكن الولد انفوك يخرج للباب ما كتعرفوش شنو عين غيعمل. او لا شنو عنده فراثو. او لا بزرد حواج. نعم. وخي كل حوار في الدار واخد كل مفاهمة واخد كون. معطيك انا مثال لنا عندي البنيتة كذكرة. نعم لله. ممم. دون زون المسيحان. دون زون لذا جاءت واحد لوليد. مم. بجاوبش الاستاد مزيار شنو داعليه الاستاد. ممم. اكتبليه تقن. نعم. نعم. ما داعي. صوري هاد الاسآلة هادي. ما كتكو. ما شو ماش. في العود ما يشجع الولد. كيفاش بغيتي هاد الولد ما يكونش عاني في براه. هو والدي. كايربيه وكايربيه 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 بالفلوس. وكايربيه في مبغزان زيانة. ولكن هو الاستاد كيمارس عليه العنف. نعم. دون كادك العنف اللي اندلولد. انا من غير مرسوع هو. اي مرسوع السادق دياله. اكيان. وغادي سبقا كتير. اي مرسلت. هاد الانت. هاد مرسلت. هاد مرتكت. سيدة. احسان. جاونا اسئلة كتير. في الواتساب. كيدن دروا الناس على ان. ملاحظات. ملاحظات حول هاد الموضع. اه. يلا. يردت الفعل. مثلا من الاستاد او للمدير. وغادي نها خصولها الحلقة. مرحبا. 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 لانا. واحد. لحاجة. ا أنا كمدير ما نخليش تازن كون غادي تمشي اللي باغون جامي ما نخليهاش ما قلتك في قطاع الخاص وانا دي جانا كنت في قطاع خاص ما نخليهاش تمشي اللي باغون ما ما يمكنش فهمتي لأنه هادي كملاحظة هو ربما يتلفظ بها ولكن باش يكتبها لا وحتى التلفظ مخصوش يكون بها لأنه مش دايجة احنا فاش قتليها البنيتة دابل بنهوية تأثرت البنيتة واخرى اللي ما تقلت لهاش نعم فما بالك بدك الطفل ها هو التدني هذا من لي كبيره لا لا وإلا بقى دائما هكا وغا مشي للدار عاودة نضغط عليه ومشي عاودة نضغط عليه صدقينة غادي يعطيني نمر مشي وسط الغابة وسط المشبعة نعم إذا النقطة اللي ترت سيدة إحسن وختمت به هو القول مشي أن الأم بوحديتها لتحمل المسؤولية أبدا 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 قلت بزاف دي المعتقدات عند بزاف دي المستمعين اللي بغاوا يشاركونا بهذا الموضوع هذا صح وإنما الوقت ما كيسمحش ولكن ممكن نحمل المسؤولية لنا كاملين كمجتمع كمؤسسات وخصف فعلا نهض بهذا المسألة هذه وهذا الأفعال اللي تفشت في البلاد دينا ما خصاش تستمر تكون توعية وتحسيس دائما طبعا طبعا شكرا على تواصلك معنا وغدا إن شاء الله دائما لنا لقاء معك مرحبا أستاذ فاتحة ملون مستشارة نفسية وأسرية ترجمة نانسي قنقر